كيف انتقلت الديمقراطية للفكر الإسلامي؟ أسمع كثير من الإسلاميين ينادون بالديمقراطية حتى حتى رحمه الله العزة بيكوبيتش رئيس البوسنة السابق والمفكر والفيلسوف الإسلامي المعروف يعني سمى الحزب الذي أسسه الحزب العمل الديمقراطي يعني كيف انتقلت الديمقراطية من الدول الغربية إلى الفكر الإسلامي؟ طبعا في أواخر عام 1800 بداية عام 1900 يعني كان هناك البلاد العربية تشكو من أوضاع مضطربة تشكو من أمور سياسية سيئة يعني كان موجود الفساد السياسي موجود في هذه البلاد رفاعة طغطاوي هذا من مصر هو شيخ ذهب إلى فرنسا في ذلك الوقت طبعا فرنسا في ذلك الوقت كان نهضة نهضة فرنسا الآن تبدأ نهضة فرنسا فرنسا الجديدة يعني بوهر في الحضارة الغربية عندما انبهر في هذه الحضارة الغربية ورأى هذه المفردات الديمقراطية وغيرها وعاد إلى مصر كتب كتاب اسمه التلخيص بريس في تلخيص باريس كتب عن مشاهداته في تلك الدول وطريقة الحكم وطريقة إدارة البلاد فنادى في الاستفادة من تجارب الآخرين يعني هون نادى في الاستفادة من التجارب ومن بين هذه التجارب هي تجربة الديمقراطية بدأ بعده خير الدين التونسي من تونس أيضا سجل مشاهداته في الغرب ونادى أيضا بتنشيط العلم مثلا استفادة من تجارب الأمم الترجمة يعني مثلا قال في التعليم أنه لا يجب أن لا يختصر على موضوع الحلقات والكتاتيب وإنما لا بد من الاستفادة من الحضارة الغربية طوال بعده المشايخ والعلماء الذين أصبحوا ينادوا في هذا المصطلح قبل رفاعة التغطاوي لا يوجد علماء مسلمون ينادون بالديمقراطية تقريبا 1860 رفاعة التغطاوي فقبله لم يكن يوجد هو أول من نقل هذا المصطلح إلى البلاد الإسلامية أو البلاد العربية نعم بعده جاء جمال دين الأفغاني جاء محمد عبدو جاء الكواكبي وأيضا نادوا في الاستفادة من الأفكار الغربية ونادوا في موضوع الاستبداد ومحاربة الاستبداد فوجدوا أن الطريقة المثلة لمحاربة الاستبداد هو في موضوع الديمقراطية وحق الشعب في اختيار حكامهم